اشتركوا في القناة هاتركب بايه مصمت الركيب معايا مش هتعرف تاسلك اصام شاكر مسالك بولية يا ابن السلكاوي حضراموت الجيزة حضراموت الهرم حضراموت المانيال حضراموت الوايلي انت حتحانيق مضروب ده اللي مضروب ولا كان في جيبك هاتي يا اخويا الزمزمية شكرا شكرا عايشين في سجن بسور الظالم والغندور مسير ويوم هيغور الوقت كلامه دافي 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 يا سلطان ده بيشتم فيك تفتي بتنظر في الشعر انت جاهل حمار ما تفهمش هل زي ابوك عميق كامل يد من ربينا بريكلك ولا لحظة حسيت بنا جرقتلنا السفينة هره فيه يقاعد الرجالة حكمك اكبر عالة بات 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 هل بيอกيدلك اكبر عالة عالة ديش طيما صريحة انت مصمم على الفاته هاتكمل في الطريق ده يا ابني عالة دي جAMل علي dokładه أنا شامخ ماشى يا عالة صدّال جدرنا ومكتوب علينا ودينا بالهم ودينا آه الله هنشركت كل جراحك ونعيش تحت جناحك بس 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 انت ادعملت يلا انت زي تقولي حاجة زي كده ايه تحت جناحك دي انت بتكلم فرخة شمرت يا دي اللي دا ايتك دي الحاجة الوحيدة الحلوة اللي قالها من ساعة مواقف يا قعد دا دا اصله التعظيم نعيش تحت جناحك يعني اه احنا ولا نسوه حاجة جنبك انت بتثبتني يا شعر الغابر انت انت من ساعة تبقى حتى تخذني مطبط في اخر بيت دا وانا عارف انك داخل سكة يا شمال شهباز اعمر يا قعد خده تحت جناحك لا 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 يا قعد يا يا اخوي لا يا قعد لا مشي شكرا لشاعرنا هشامي شامي الكوخ والان مع اللحظة مرتقبة اللحظة اللي انا اصلا مستنيها وهي كلمة قائدنا الفحيد الكلمة التي ستسقط الاوراق من الشجر وستشرب النعاج من البكر والان كلمة جلالته اوه بس 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 يا جماعة يا زيد ماليش نفس اخطب تعال 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 ماليش مزال انت تخطب انت يا موان ايه دا ايه اللي اخطب انا مال انا انا عمري خطبت هتخطب انا خلاص انا مش فاضي انا عندي عايز اطلع على البحيرة يا ستاة يا زيد تأتيج معا على البحيرة بحيرة ايه قاعد في ايه انا بالي سعب عرار لك عشان تقوم تقول الخطاب الناس سؤل علي ايه معرعر حيقولوا عليك معرعر انت معروفة يعني بقول لك ايه احنا نطلع على البحيرة يلا شاكب؟ راكب بقول لك ايه ايه هتخطب طبعا طبعا تفضل يا عائلة يلا بالسلامة يا عائلة معايا رجالة هنا بقى عشان هخطب ها يلا بولا الله شايفها يا قائدة الشمس سطعة وميا صفية والراملة جميلة قوي ايه ده بصت فرت البت تزيد من العلاعة في الشمس ازاي بقول لك ايه ما تنزل الميا كده وتسطح عليها يمكن تاخدي اللوم لا مش عايزة انزلي انت انا اخدت كلار مبارح لا ايه ده انت هتعدي على نفسك الالوان ولا ايه في ايه دي يعني البحر يحب الزيادة هو مش كاي ولا ايه هو مين ها هو مين هو انت رام يا ودنا معايا كده ليه وبعدين انا بتكلم على الموج الموج مش راض ايه قائدة اقسم بالله ده ما محيط دي بحير عداي جدا موج ايه مش هتقول ليه سرحانة في مين لا انا مش سرحانة في حد بس ابتخيل كده لو السبع اللي طلعلي من كام يوم ده طلعلي تاني تخيالي ممكن اعمل في ايه طب لو سبع ابن سبع يطلعلك تاني عشان علي الحرام اعصجوا بين صوابع زي الكفتة واحطوا ع السيخوة شوي ايه اللي انتي عايزة تعمليه في ايه ده حرام عليك يلا انا اتحريت يلا نروح ايه ده الروح ايه احنا مش لسه ندفل نفسينا في الرملة عشان نطلع الرتوبة اللي في عضمنا قطناه فلقاني اقسم بالله وهو ايه اللي هيوصل الرتوبة لعضمك اصلا ده مشوار عليها قوم يا منا تهلا طب مش هنبني بيت من الرمل يلا يلا ايه هو كل مرة كده انا اتكلموا يلا يا قائدة يلا طب افضل يا او مينو ايه يا اهو استاني نعم اكتنا اشت يا قائد ياب نسكوا بقى يا قائد بعدي اذنك ابوس ايديك انا مش انسان زيك وعادي انا فنان الفنان ده بشرته بتتعب رجله بتتعب ايديه بتوجعه ممكن استضمن بحرة ده عشانا ادعب تنلف ها بنصطاد بنصطاد استضري يا قائد هنصطاد من البحر انت تصاد من الرملة ايوه هستضمن رملة ازاي يا عصاب من رملة هستضمن رملة سمك الله عليك يا قائد! وعلى حنكتك ودهائك! فعلاً أنت قائد عظيم! بتجمع ما بين زكاء الزعيم عاد الإمام موهبة الساحر محمود عبد العزيز كهابة البلارينا نيلي كريم! فعلاً أنت تحس أنه وشك كده فيه هالة! هالة! هالة مين يا ابن البت هالة? أوه.. أنت ماشي يا عادي! أنا آسف يا قائد والله بس أنا قولتك ببرا كهية! شو.. ليه؟ هاااااااة، تريحيتها هوه لنا بتايالي انت في سمكة معاني بتدار عليها قد؟ بصراحه مش سمكة أمّا ليه؟ كابورياية الله كابورياية من اللي بتهبش هبشتني مرة على غفلة طيب ما جبتهاش ليه نشويها؟ ولا حصك عينك تجيب سيرتة الكابوريا دي على لسانك هي ده عادي يعني كابورياية غالية نشويه واناك قولها انا بقولك حصك عينك لا أقول لك القائد الكابورية على نشوية ونفتحها وفشصها شاعد على روحك لا لا خلاص وانا افترتك وتهزر أنا مش بهزر أنا أسف بس برضا عنا شوية ونفتحها ونعطها حجران ونضعها حجران ونضعها وها تكور رجليها تعمل يا نيفو انت كل يوم هتساوي السرير ما احنا بنرجع ننام عليه بالليل هو انت ايه اللي على كتفك دا يا نوح انت جايب لي اكل ناي ولا ايه ما انا قلت بقى انت اكيد نفسك في الاكل احسن من نفس الشيف المعفن بتاعنا يلا يا حبيبتي اطبو خلنا لقمة حلوة كده نتغدى بيها ايو بس انا عشان اطبخ محتاجة حاجات كثيرة قوي محتاجة نار ومحتاجة.. محتاجة حاجات كثيرة ودي حتفوتني يا نيفو دو بابور توركي كمرتولك مش شيف ودول اتنين لتر جاز عشان اللا واللحمة خدت معاك سوى زيادة لا لا بابور ايه يا نوح انا مش بارف اعمل اكل على بابورات خالص يعني اجبلك الاي كوك مش قصدي يعني بس بس انا نزم اكل لحمة والدن وده مش هيملي لحمة والدن لا والدن ايه يا نيفو ده والدن ده هتسبيها شهرين على الابور يعني مش هنأكل لحمة ما مش هينفع يا نوح كنت قلتلي قبل ما اطبح الكلب مش مهم لحمة سكي اعمليلي ملوخية زي اللي كنت بتعمليها لي واحنا في النفق دي ملوخية خضرة هم انزله منها الوان تانية؟ لا بس انا بعمل ملوخية نشفة بس طيب خلاص اقولك امسكي امسي الكورومبا دي اللي في النص بعين محشي ننصبر بيهو اعملها ازي يا نوح مفيش مقرطة هو المحشي بيتخرط ازي يعني مفيش مقورة هو المحشي بيتقور مفيش كذبرة يا نوح هو المحشي بيتكذبر هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بصراحة كده أنا ما بعرفش أعمل أكل خالص ولا عمري دخلت المطبخ نعم يا أختي إما لأكل اللي كان بيجيلي في النفع ده مين اللي عامله تي الدادة يا نوح الدادة؟ تشتغلين يا نفيهان؟ إما العمائل العناية وحيات إيدي والأساطير اللي كنت بس معانها دي طب أنا جعان دلوقت يا عمري أروح أكتب على الدادة ولا أعمل إيه؟ لا 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 أوعي أوعي ماينوح أنت رايحة فين؟ أروح أتنايل أشوف أي حاجة تفاحها طب وقيت خدني معاك أنا جعانة قوي اترازع هنا ما تتحركيش مش عايزين فضايح جرح تاني هو قلبي لسه طام الأولاني آه 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 يا محبوب فيه خدتني طب علش جيتي عالجرح الأولاني قوي آه آه معلش معلش ما تقعد معان شوية دا مش قادر كان نفسي والله بس مش بمزاجي مش بمزاجي آه آه مونمون خسنا وبقينا زي الأمر قلبي أكسم بالله إيه؟ كنتو فين كده يا بنات؟ كنا على البحيرة آه طب قائدة أستاذن أنا عشان عايزة أخد شاور لحسن حاسن الملح بيأكل في جتتي طب ما هيأكل يا مونمون بالهنة والشيفة دي حاجة في مصلحتك على فكرة قلبي أكسم بالله حقيقي حقيقي بقولك إيه؟ هم؟ هو أنت بعتبه كيه ورد للحجة؟ أنا؟ إيه دا؟ إيه يا كارما قالت يا عبدالله؟ حاجبك إزاي سعيبها كده يا كارما؟ طبعا القصة هاي لأنها كده يعني؟ بس حاجبك عايزة تنصبها ما حبوبي حبوبي دبدوبي ما تستهبلش علي أنا مرضيتش أكسفك مبارح وحطك في موقف بايخ وإيه البايخ اللي في كده مش فاهم؟ الحجة والحجة دول بيحاولوا يصلحوا بيننا وبصراحة عامنين مجهود رائع في موضوع الهدنة ده إيه المشكلة ما أبعت لهم ورد؟ تبعت لهم إنما أنت بعتل الحجة بس كرميتي قطتي بطتي ركزي معي الحجة دي ست زينا صح؟ إنما الحجة ده راجل راجل يا كارما تحبيب بقى أعمل علاقة مع راجل وأبقى بيس معي بقى ونتكلم مع بعض وكده عادي؟ دكاغ صلاع الزيني صلاع الزيني يا ورد مفتح على الخدين جبت الجبال ده حلوة منين البراكة في ريري يا ضيّل عيّة للبراكة في ريري ريري اجري بسرعة يا ودي يا حسين تبّ وتختص في دقتين شوف لنا ريري بيتبع فينا هتلنا منه بك واتنين وهتلنا منه بك واتنين أنا جيت أهني بشكل جديد ومعي شاي كله حديد منشفت وحدك فكايزين غير ماشي ومدري ده بالتأكيد غير ماشي ومدري ده بالتأكيد كان على ريري جارة بس 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 حلوة ريري ده خرشة ده كان شاي؟ لا ده كان شريلاك ده انت هتتحك اتحك عالمعيش ه 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 مالك بس يا يا قائد شاكلك مش عاجبني تتجنين انت غال muchís مش عاجبك يعني ايه انا القائد تعجب بيه طول الوقت مش قصد يا زعمة والله بس انت يعني شاكلك متغير وأنت عارف ان انا فرنان بحس بيك يعني تزعل ابكي تجوع أكل تحتش أشرب طب عايزة أفك مية أتشطف انت مجنون يا ابني إيه اللي انت بتقوله ده وقولك إيه أنا مودي تعبان ومش عايز عايزة أفصل طب إيه طب طب بص أنا أقولك موضة خالص مين بيعمل كده سلطانة إنت دلوقتي بتعمل كده لا أه دلعبة التقليد ممثلين أيوة أه طب ورين ها عمدي قربت أجيبه ها بو بو أشرف عبدالباقي إيه ده اسماعي له سينة سلطان يا ابني Kollegin واجنون ده أشرف عبدالباقي أنا فاكر وأنا صغير كان فيه مسلسل بيتعارض وكان فيه أشرف عبدالو اللي بيعمل كده ده مسلسل كان عامله أشرف حباقي كان بيقلع فيه دور لما كان isma'in ya مذل اللي بي Committee من المحل فاتحو أمير كرارة وكان مشارك نرمين الفئي كان عليهم قضايا اخد بالك فرام عياش بقى شاركهم في محل السجوء متلاتين في المية ها فمين اللي زعل خطيب إليسا فعمقال عجاكة لحمر مش رشيب وشورمه اثنين وكمل المشور بالبوكسر الشفاف اللي بسوستة من الجنة واصلا ما طلعش خطيب إليسا في الاخر ملتلع مين ده أشرف عباقي اللي بيتقوله ده بقى يا قاعد لو سمحت بقى أنا عايز أراوح أنا تعفت تروح تروح عشان تقفى عشان تحس بالحكام أنا مضاش هراوح ولا يهدالي بال إلا ما اتطمن إن كل الناس مرتاحة في المعسكر حد نقصوا حاجة حد عايز حاجة يا ابني أنا حاكم عادل الله أنا هسمي اسم المصرحيتي الجديدة الحاكم العادل لا 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 الرجالة كلها هتحس إنك بتطبل لي وبتعرعر وانا عرعر ليه بس يا رايز أنا فنان حر وبقول الحقيقة طيب حيث كده هسميها الحاكم العادل الفشيخ لا هسميها الحاكم العادل الفشيخ وصديقه يزيد المغرعر صلح عزين صلح عزين صلح عزين يا ورد مفتح على الخديم جبتي الجبال ده حلوة مني شامي صلح عزين صلح عزين ايوة عشان نقدر نعرف بالزبط امتى الشمس حتتتعامد على شغر بابا نعم ايوة يا ولاد اللعيبة يعني ابويا حيبقى زي رمسيس التاني ايوة ايه اشرح انا دي كمان فاهم الرئيس حاضر هشرح انا انا هشرحها بص يا مرياسة الموضوع ما فيه ان كواكا بالشمس الضخم العملاق بيتعمد طرديا مع مجرة ضرب الدبانة فتحس ان هم هم والامر جران انا ما عرفش ازاي بص من الاخر يا مرياسة الموضوع ده كبير جدا واكبر من ان عقلك الضئيل ده يفهمه اوكي خلص اوه اه مش انا اوه يا بان فسر بالله اول فسر هات واحدة تانية معيش دي كانت اخر واحدة يا ابن المستهتر خلصك حلو يا لا خلصك حلو انها كانت اخر واحدة بقولك ايه انا مش هعديها بكرة الصبح الشمس تكون بتتعامد على ابويا ايه ما قسما بالله هخلي الشاحباز يتعامد عليك لا انا هتعمد على نفسي وهقلك الانت عايزه بس دي ظاهرة طبيعية يعني لازم تاقد وقت يعني مش هيرفي عنعملها بكرة الصبح بلاش بكرة الصبح بكرة بالليل الساعة عشرة الشمس تتعمد على أبويا بالليل والشمس وتتعمد انت تقعد تعسيم لي جملة كلمة كلمة ما تاخلص خلاص يا سلطان خلاص اعتبروا حصل حصل احنا حنصهر دلوقتي نشتغل لحد الصبح لحد ما الشمس تبقى على راس بابا بالعافية انا فرحان يا نوح ده خويا انا فخور بيك يا لأ فخور بيك انت اقوى من المخدرات هاتبوس يلا ربنا يا اويكم ربنا اويكم قدام يا مستهتر قدامي انجويا يا مرياسة باي باي سلام باي باي ميه بتفتن علي يا خروف بتبعني مع اول قلم اول قلم مين يا شبح ده مجرد ما بيبسلي ببهدل اللباس اصلا نرجع لمرجوعنا اي مصرحية الحاكم العادي للفشيخ دي هم انت متخيل هتفتحها ازاي بص يا قائد مصرحية دي هتبقى حالة منفردة هبتدي بست ستات كده مرمين على الارض عمر مختلفة لعدة عاملة كده واللعدة عاملة كده واللعدة عاملة كده لعدة عاملة كده وفي النص راجل همام عامل كده مين ده؟ انا الحاكم العادي لا اه اما المين؟ اشرف عباقي انت اتخذر متردهالي غورة لما معاي بصر على الحاجات دي قبل ما يرجع تاني وعايزين نططي النور ده عشان ما يشوفناش فين زرارة النور؟ الزرارة عندك اهو لا؟ اه 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 يا الله يا الله يا الله اللور مطافهش الصوت ده انا اول مرة اسمح حاجة كده اللي مساحيكو بقى الحد دلوقت ان شاء الله اموا يالله عبدانا غسيل الصبح ولا يعني لازم اضلم المعاسكر على ابنكو عشان تناموا يا ابني فصر كلامك صوت الفراء دا طالع من اين والله العظيم بنا ده شبه هو لا لها في الزراير كداب هو هو اللي كان بيزبط زاوية المدفع رح دايس على الزرار صح يا توم؟ صح يا شبه صح يا زيد؟ صح يا باشا صح يا يا مرتلش انت تبش كنت معايا تبش حبات تقريبها أسرع يا بنات أسرع أزبط بقى صوابك وتنزل جوه الميا شان المونيكيري ما يتمسحش وترجع وتعيطون أنا يا محبوب يا محبوب اني انت بتعمله ده بس هو دوءة غسيل غسيل ايه حاجة غسيل ايه حاجة غسيل ايه احنا ضربنا ف المعاسكر بتاعنا و بعدين انتي ايه ده انتي ايه مازيك فوقت زي ده مش فهم ازاي واحدة فحلو تكتنزل فوقت متأخر فاضل يلا اش هروحك تروحني ايه اها نازل مخصوص من البيت عشاء اتطمن عليك يا سي تطمن احنا زي الفول اهو تمام مش ممكن يعني انتي ايه ما عندكش كرفي فى البيت انت متجوز عفص! يلا شهروحك! لا مش هروح! انا مش هتحرك من هنا غلى ما تقولي! مين يضرب المعسكر؟ فين الزرار ده؟ الزرار ده! ده! اقسم بالله يا كرمة! الرجالة محملوش كده! الرجالة ملتزمين بالهدنة! صدقوني! ده مؤكد ايه! صعقة نزت من السماء علينا! لكن مش هم! مش هم صدقيني! ايه ده؟ ايه ده؟ في رحة برود يا مرياسي! برود؟ واضح يا سلطان ان المدفع ما كانش بايز السنين اللي فاتت دي كلها! المدفع كان شغال عادي وإحنا بنحرب النسوان بالكور! طب يا جدعان دلوقت ايه؟ الخذيفة اللي الدارة بديه! رشقت في مين؟ يا قائب! يا قائب! عاوز ايه؟ بعض كان الشيواتين بيهوا! لا!